بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول قسم الزخرفة والإعلان أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ومدة الرسم الهندسي كل عام وأنتم بخير طبعا كل عام ومصر كلها بخير تتوالى الأعياد بداية طبعا بالأمس القريب كان عيد إخواننا الأغباط عيد القيامة المجيد ازدهر بعيد شام النسيم وطبعا بالنهن الجيش المصري وشعب مصري كله بمناسبة برضو ذكرى تحرير سيناء وفي الآخر طبعا بنقول لكل إخواننا في العالم العربي والعالم الإسلامي كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليوم والبركات في الحلقات السابقة تناولنا موضوع المنظور الهندسي لمجموعة من الأشكال الهندسية أخذنا الهرم الكامل السلاسي وأخذنا المخروط والمخروط الناقص إن شاء الله في حلقتنا النهاردة هنتناول موضوع المنظور الهندسي للإسطوانة والأشكال الدائرية طبعا هناخد كمان المماس الداخلي والمماس الخارجي للدائرة فتعالوا كده بينا نشوف إن شاء الله النهاردة معانا إيه في حلقتنا النهاردة في البداية طبعا بيطلب مني في المسألة بيقول لي المنظور الهندسي 30 درجة للإسطوانة المطلوب ارسم المنظور الهندسي 30 درجة والمساقط السلاسل الإسطوانة إذا كان إذا كان طبعا لازم يديني معطيات بقى إذا كان طول قطر قاعدتها 5 سنتي وارتفاعها 8 سنتي والقاعدة توازي المستوى الأفقي وتبعد عنه 1 سنتي ومركزها يبعد عن الجانبي 4 سنتي وعن الرأسي 3 سنتي ونص طبعا هنا مديني الأبعاد بالسنتي متر ممكن يدالي بالملي متر لكن احنا عندنا في الغالب في قسم الزخرفة بناخد الأبعاد كلها بالسنتي متر والمتر طب تعالوا كده نشوف بقى إيه اللي ممكن نعمله إيه الخطوات اللي هنقوم بتنفذها طبعا زي ما تعودنا كل حلقة إن الأدوات الهندسية لازم تكون متوفرة زي إيه؟ زي البرجل أو الفرجارو زي المسلس التلاتين ستين اللي طالب مني طبعا المنظور الهندسي على زاوية تلاتين من الجهتين وكمان يكون معايا المسطرة يكون معايا المنقلة يكون معايا الأستيكة الأدوات المعتادة للرسم الهندسي طيب أول حاجة طبعا في الأشكال الهندسية زي ما تعودنا إن إحنا عندنا أو لما بنيجي نعمل منظور بيبقى عندنا في الأشكال الدائرة ما يسمى بالمسقط المساعد المسقط الإيه؟ المساعد المسقط المساعد معنا النهاردة طبعا هو قاعدة الاستوانة وطبعا الاستوانة القاعدة بتاعتها هنا مش قاعدة واحدة هنا قاعدتين قاعدة سفلة وقاعدة علية اللي اتنين متطابقتين والاتنين على شكل دائرة وده طبعا الفرق بين الاستوانة وبين المخروط الناقص اللي خدناه في الحلقة اللي فاتت لما قلنا إن هنا المخروط عنده قاعدتين ولكن واحدة صغيرة وواحدة كبيرة فتعالوا كده نشوف مع بعض المسقط المساعد ونبدأ مع بعض نشتغل أول حاجة طبعا في المسقط المساعد هنبدأ إن إحنا ناخد نقطة تمام؟ النقطة دي طبعا هتكون مركز الدايرة بتاعتنا اللي إحنا نرسمها اللي هي بتاعة القاعدة أو ما يسمى بالمسقط الأفق بتاعنا تعالوا كده هنسمي النقطة دي نقطة ميم بعد كده هنبدأ منها نركز بالبرجل ونبدأ نعمل دايرة طبعا نصف قطرها يساوي اللي هو قالوا لنا إيه في الإيه في المسألة اللي هو خمسة سنطي يبقى هنا اتنين سنطي ونص ده نص قطر الإيه الدائرة ونبدأ نرسم الدايرة بتاعتنا اللي إحنا عارفينها بعد كده طبعا نتعودنا إن إحنا الدائرة دي المفروض ندخلها جوه مربع فطبعا بننصفها بناخد الأقطار بتاعتها هي القطر ده ومتعامل عليه القطر التاني آدي القطر التاني كمان وطبعا بنسمي النقطة فورا عشان ما نتلغبطش سمينا النقطة دي سين والنقطة المقابلة شين وبعد كده ناخد القطر التاني بتاعها متعامل معي تسعين درجة وين هيكون القطرين بقى القطر التاني ده اسمه صاد وإيه وضاد إنهم النقطتين وصبعات بعد كده بنبدأ ندخلهم جوه مربع طبعا لإن هنا الدائرة هتتحصر أو هتنحصر جوه مربع فدخلناها جوه المربع وسمينا بقى النقطة بتاعتنا اللي هي ألف به جيم دال زي ما تعودنا في الحلقة اللي فاتت بالزبط فرسمينا للمخروط الكامل أو المخروط الناقص سمينا النقطة بتاعتنا ألف به وإيه وجيم ودال هنبدأ بعد كده ناخد المساقط المساعد بتاعنا ده ونبدأ بقى نشتغل إيه الشغل بتاعنا طيب هنشتغل الشغل بتاعنا إزاي بقى يا ولاد بصوا كده ركزوا معي هنبدأ ناخد بقى خط الأرض بتاعنا أهو وبعدين من خط الأرض ده هنحدد عليه نقطة النقطة دي اللي هنبدأ منها المنظور بتاعنا فأخذنا هو خط الأرض وحددنا عليه نقطة النقطة دي طبعا توقعها تبقى نقطة إيه بيقول لي على تلاتين درجة مائل من الجهتين فطبعا النقطة دي هتكون نقطة دال فهنا أدي النقطة بتاعتي هي نقطة الدال بعد كده أخذ المسلس التلاتين ستين وعلى الزاوية بتاعته تلاتين وأبدأ أن أبدأ أرسم بقى الخط اللي أنا أشتغل عليه المنظور بتاعي زاوية تلاتين من اليمين زاوية تلاتين من اليسار كده خلاص رسمت بقى إيه المكان اللي أنا هبدأ أنزل عليه بقى إيه الشغل بتاعي كله طيب بدأت أنا دلوقتي أحدد النقطة بتاعتي أول نقطة تظهر عندي كان الدال طبعا اصدها في الناحية اللي مين ايه جيم فالنقطة دي تبقى اسمها جيم طب وفي الجهة التانية بحدد برضو النقطة بتاعتي النقطة بتاعتي في الجهة التانية بقى نقطة ايه ها توقعوا كده نقطة ايه نقطة به تمام كده وبعدين ابدأ اوصل بقى على زاوية 30 بقى هنا في الموازي بتاعه الموازي بتاعه على زاوية 30 للخط اللي هو اسمه ايه اسمه جيم دال هيبقى اسمه خط بقى اسمه ايه جيم ألف طبعا هتقطع مع خط تاني في نقطة ايه ألف يبقى النقطة التالتة او النقطة الرابعة بقى نقطة ايه نقطة ألف طب احنا كده عملنا المربع اللي هو ألف به جيم دال المفروض ان احنا نحط جواه النقطة التانية اللي هي بقى ايه سين وشين وصاد وضاد بس يا ترى هيظهره تحت بشكل دايرة كده لا طبعا ما بظهره في شكل دايرة عشان كده ببدأ ان انا انصف بقى ايه انصف ألف جيم وبيه دال وجيم دال وقالب به طبعا بنبدأ ننصفهم كده عشان نحصل على ميم اللي هي مركز الايه مركز الدايرة فحصلنا على النقط صاد وضاد والنقط اللي هي عبارة عن سين وشين ادي سين ودي شين كده حصلنا على ميم اللي هي مركز الايه مركز الدايرة بس هل يا ترى يا أولاد الدايرة هنا هتظهر في المنظور تحت زي ما ظهرت في المسقط المساعد عبارة عن دايرة لا طبعا هنا هتظهر عبارة عن ايه هتظهر عبارة عن ما يسمى بالقطع الناقص الشكل الايه البيضاوي طبعا احنا عارفين من الترمي الاولاني ان القطع الناقص هنا مش بيجي من المركز بس لا ده بيجي كمان من ايه بيجي من حاجة اسمها بقرتين في بقرتين كده ليه هما دول اللي بنركز فيهم عشان ناخد الجزء الايه الدائر بتاعنا ده فطبعا بقى بالنسبة لنا طبعا بنبدأ ان احنا ايه نعمل المركزين دول ازاي ها ركزوا كده معايا بنبدأ نوصل ايه عشان نحصل على المركزين اول حاجة بنبدأ ان احنا نعملها بنجيب البرجل ونبدأ ان احنا بنركز في دال وناخد هنا قص القص بيقطع ايه بيقطع سين بصوا قطع ايه قطع سين داد وبعدين قطع ايه شين ضاد في الناحية دي وفي الناحية دي طب يبقا احنا كده حصلنا على اول قصين بعد كده عندنا بقى البقدين البقدين دول هنجيبهم ازاي لو تفتكروا كده كنا في المرة اللي فاتت لما جينا عشان نجيب البقورتين وصلنا دال بصاد ووصلنا سين بقى بدال اهي وبعدين في الجهة المقابلة هنوصل الف بضاد اهي وصلنا الف بضاد ووصلنا الف بشين فحصلنا هنا بقى على البقورتين اللي احنا هنركز فيهم عشان نكمل القطع الناقص بتاعنا البقورتين بتوعنا اهي ادي واحدة وادي الايه التانية بنركز طبعا هنا وبنبدأ ناخد القص في الجهة دي وبنبدأ نركز هنا وناخد القص في الجهة التانية اهو خدنا الاقواص بتاعتنا اهو ركزنا وخدنا القوس بتاعنا وركزنا وخدنا القوس بتاعنا حصلنا على القطع الناقص اللي هو هنا قاعدة الاستوانة قاعدة الايه الاستوانة الشغل ده مش جديد هو ده نفسه اللي عملنا الحلقة اللي فاتت في المخروط الكامل او المخروط الناقص لكن ايه الجديد هنا بقى هنا بقى مش هنطلع بالارتفاع بتاعنا واللم كل النقط على نقطة واحدة زي المخروط الناقص لا هنا عندنا بقى في قاعدة تانية اسمها القاعدة العليا متطبقة بنفس المأسات ونفس الشكل مع القاعدة الايه اللي تحت اللي احنا شايفينها فبالتالي ايه لا يتم اول حاجة بنطلع بالارتفاع بتاعنا ميم اللي هو قال لنا عليه في المسألة 8 سنتي ونبدأ نطلع بقى بالارتفاع بتاعنا طبعا الارتفاع عمودي 90 درجة فطبعا منجيب المسطرة ومنجيب المسلس ونبدأ على زاوية 90 نبدأ نطلع بالارتفاع بتاعنا وبعدين نقيسه بالمسطرة زي ما قال لنا في المسألة بالزبط جميعا عليها هنبدأ بقى نطلع بالنقطتين بتاع البقرة برضو نفس الكلام نعمل لهم اسقط فوق كده هنطلع بهم فوق بنفس الارتفاع بتاعنا النقطة دي هتطلع فوق والنقطة دي هتطلع فوق بنفس المقاس بتاعها ونفس الارتفاع بتاعها وعلى زاوية 90 درجة فحصلنا هنا على 3 نقطة نقطة ميم شرطة اللي هي عبارة عن الارتفاع الحقيقي بتاع الاستوانة وبعدين طلعنا بنقطتين البقرة اللي هم على نفس الخط تقريبا على نفس الخط وعلى نفس الاستقامة فطلعنا بالبقرتين بتوعنا وبناء عليها نبدأ نوصل الخط بتاعنا عشان نبدأ ننقل نفس الشكل اللي تحت ده هو بالزبط هننقله فوق بنفس النقطة بتاعته نقطة ألف هتطلع فوق نقطة دي هتطلع فوق فنبص كده مع بعض اهي ادي اول نقطة طلعت فوق ودي تاني نقطة طلعت فوق اهي كده حصلنا على الاربع نقطة اللي هنبدأ نعمل بهم القطع الناقص بتاعنا فنبدأ بعد كده نعمل القطع الناقص بتاعنا خلاص اهو اهو القوسين بتوعنا ادي القوسين بتوعنا وكده بيبقى ايه حصلنا على القاعدة الايه القاعدة العليا للإستوانة بعد كده الموضوع بقى توصيل الايه توصيل الارتفاعات فنبدأ نوصل الارتفاعات بتاعتنا ادي اول ارتفاع اهو وبعدين هنا قفلنا الاستوانة بتاعتنا حصلنا على الاستوانة بتاعتنا ايه يا ولاد بمنتهى السلاسة بمنتهى الايه السهولة طيب هل المسألة وقفت لحد كده لا هو قال لنا ايه قال لنا ارسموا المنظور 30 درجة من الجهتين للاستوانة وسكت قال لنا لا كمان عايز ايه بقى عايز المساقط السلاسة للاستوانة طبعا المسقط الافقي والمسقط الرأسي والمسقط الجانبي زي ما تعودنا ان احنا لما بنيجي نرسم المساقط بنعمل ايه بنبدأ نعمل بقى ما يسمى بالمحور الافقي والمحور الرأسي متعمدين على بعد. دي اول حاجة بنعمله. فعملنا هنا المحور الافقي اهو. ومتعمد عليه المحور الرأسي على زاوية تسعين درجة بنحاول نسنطر الشغل بتاعنا في وسط الايه? في وسط اللوحة كده. بعد كده نبدأ ان احنا نعمل خط ما يسمى بخط ايه? الانعكاس اللي هو على زاوية خمسة واربعين درجة. خمسة واربعين من هنا خمسة واربعين من هنا عشان كل النقاط بنبدأ ان احنا نعمل لها اسقاط عليه وتطلع في المسقط الايه في المسقط الجانبي بعد كده منبدأ بقى نشوف المواطعات بتاعتنا زي ما قال لنا يبعد عن المستوى بصوا بيقولك هنا على المستوى الرأسي اربعة سنتي فهنبدأ نروح ايه هنا واحد سنتي الاول بلنا على الافقي وبعد كده هيروح واحد اربعة سنتي من هنا تلاتة سنتي من الجهة الاخرى اهو خدنا تلاتة سنتي ونص من الجهة الاخرى كده حددنا خلاص المسقط بتاعتنا حددنا المسقط ايه بتاعتنا 4 سنتي من الناحية دي المسقط الرأسي 3 سنتي من المسقط الجانبي 1 سنتي من المسقط الأفقي حددنا كده نبدأ نعمل إسقاط للخط ده في الجهة دي على المسقط الأفقي عشان نحصل على نقطة مركز الدائرة فهنا عملنا إسقاط للخط ده راح في الناحية التانية على المسقط الأفقي حصلنا هنا على إيه حصلنا هنا على المركز بتاع الدائرة أو السنتر اللي هنبدأ نعمل له منه الدائرة بتاعت الإيه بتاعت قاعدة الأستوانة أو ما يسمى بالمسقط الايه الافقي فهنبدأ بقى نركز فيها بالبرجل بالفتحة اللي هي قالنا عليها قالنا طبعا قطر الاستوانة بتساوي خمسة سنتي بقى بفتحة اتنين سنتي ونص ونبدأ نشتغل نعمل الدايرة بتاعتنا كده حصلنا على المسقط الايه المسقط الافقي طب عشان ننقله فوق بقى عشان ننقل المسقط دوت فوق على المسقط الايه الرأسي يتنقل ازاي لازم ندخل الدايرة دي جوه مربع زي ما عملنا في المسقط الجانبي فطبعا بندخلها جوه ايه جوه مربع اهي ونبدأ نعمل اسقاط بقى للنقة بتاعة المربع دي على المستوى الرأسي وعلى المستوى الايه الجانبي حصلنا كده بقى ايه نقلنا كده القاعدة بتاعتنا بتاعة الاستوانة اهي على المستوى الرأسي ونقلناها برضو على المستوى الايه الجانبي يبقى عندنا ايه يبقى عندنا ارتفاع الاستوانة فنبدأ ناخد ارتفاعات الاستوانة زي ما قالنا في المسألة تمانية سنتي ونعمل لها اسقاط في الجهة الاخرى على المسقطة الايه على المسقطة الجانبي حصلنا على النقطة التانية بعد كده نبدأ نعمل ايه اولاد خلاص بقى نبدأ نوصل النقطة بتاعتنا طبعا على زاوية تسعين درجة طلع قائمة كده اسقاط قائم فهنبدأ نوصل النقطة بتاعتنا وصلنا النقطة النقطة بتوع القاعدة بتوعنا خلاصة هو بعدين نبدأ ناخد القاعدة التانية وبعدين نبدأ ناخد خلاص القاعدة العليا القاعدة العليا والارتفاعيات الارتفاع ده والارتفاع ده وفي الجهة الاخرى الارتفاع ده والارتفاع ده حصلنا هنا على المسقط الايه الافقي المسقط الرأسي المسقط الجانبي لاحظنا حاجة انه عندي المسقط الافقي هنا على شكل دائرة المسقط الرأسي والجانبي على شكل مستطيل والموضوع ده هام جدا 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 عشان السنة الجاية ان شاء الله عندنا في مادة التخطيط وقدرة الانتاج بيبقى عندنا بعض المؤيسات اللي خاصة بقى بايه خاصة بالرسومات الهندسية اللي ممكن نأمل لها ما يسمى بكشف حصر المساحات او المسطحات فالحضرك لما بتعرفش تقرأ رسم هندسي كويس او ما رسمتش رسم هندسي كويس من سنة اولى فبالتالي هيبقى بالنسبة لك فيه غموط كبير في ان انت تفهم الشكل اللي قدامك ده يعني الشكل اللي قدامي ده بيظهر لي احيانا في الرسم الهندسي ويطلب مني ان انا اتخيل بقى وده عبارة عن ايه فبشوف هنا في المسقط الرأسي عبارة عن مستطيل اتلغبط على طول وقول اه ده ممكن يكون منشور رباعي ده ممكن يكون شبه يعني متوازي مستطيلات انا مش عارف الشكل ايه لكن لو جيت بسيت على المسقط الافقي هنا اكتشف انه دايرة فتفورا على طول اقول اه انا معي هنا النهاردة استوانة معي هنا ايه استوانة فالحاجات دي غاية في الاهمية لازم لازم يا ولاد ناخد بالنا من الرسم الهندسي في سنة اولى عشان هيتبني عليه شغل التخطيط في سنة تانية طيب تمام مطلوب مني كمان ايه لسه ما خلصتش لسه المسألة على كده مطلوب مني الانفراد بتاع الاستوانة او افراد الاستوانة طب توقعوا كده يعني وراء هنا لما رجعنا كده للمساقط هنا تاني وبصوا هنا كده توقع هنا انت عندك هنا انفراد الاستوانة يعني كينك بتفرد الاستوانة بتاعت فتخيل كده انت عندك هنا ايه؟ عندك القاعدة على شكل دايرة بس هل هي قاعدة واحدة؟ لا ده في قاعدة تحت وقاعدة فين فوق كمان هيبقى عندنا الاوجه بتاعت الاستوانة لو اتفردت تتبقى على شكل ايه؟ طبعا تتبقى على شكل مستطيل فتعالوا كده نشوف مع بعض نرسم انفراد الاستوانة ازاي؟ طب تعالوا كده نشوف انفراد الاستوانة المطلوب عمل انفراد الاستوانة طول قطر قاعدتها خمسة سانتي وارتفاعها تمانية سانتي اه تعالوا نشوف الخطوات كده ايه اللي ممكن يتم معنا طيب هنا بيقولك انفراد الاستوانة طبعا نبدأ ناخد بقى المسقط المساعد بتاعنا زي برضو ما عملنا في المخروط المرة اللي فاتت فهنبص اللي اخدنا اخدنا الدايرة بتاعتنا نصف قطرها اتنين سانتي ونصف القطر بتاعها خمسة سانتي وبعدين بدأنا ناخد فيها بقى المسقط الايه الرأسي بتاعنا على المحور بتاعها وطلعنا دخلناها جوا المربع عملنا اسقاط للخطوط زي ما تعودنا طلعنا خلاصة هي بالايه بالمسقط الايه الرأسي بتاعها اللي هو على شك مستطيل طب جميل الكلام ده جميل اوي فاكريني اولاد عملنا ايه في تقسيم الدايرة في المرة اللي فاتت لما قسمناها الايه قسمنا المحيط بتاع الدايرة ده لتناشر قسمه متساوي يعني لو جينا كده قسمنا لتناشر عشان الناس اللي بتطلغبط اللتناشر دول المفروض ان هما لو قسمناها مع الاربعة يبقى كل جزء فيه كام تلات اجزاء يبقى ايزا الجزء الربع الدايرة ده هيتقسم لتلات ايه لتلات اجزاء طب الربع بتاع الدايرة ده لو قسمناها تلات اجزاء الربع ده ويساوي كم درجة ده قائمة هو تسعين درجة يبقى هنا دي كام تسعين درجة طب تسعين على التلاتة فيها كام فيها تلاتين يبقى المفروض ان انا قسم تلاتين وتلاتين يبقى ايزا انا هنا بقسم الدايرة بتاعتدائي لاثنشر قسم ازاي ان انا ممكن اقسم ربع وابدأ ازاول ايه النقب بتاعتي على امتدادها فهيطلع معي التقسيم بتاعت الدايرة بتاعتي اهو تعالوا كده نشوف مع بعض اهو قسمناها تلاتين درجة تلاتين درجة وبدأنا نوصل لنقب بتاعتنا هي بصوا النقب بتاعتنا كلها اتقسمت الدايرة الكام لاثناشر جزء ادي عند اتناشر ايه جزء طب احنا بنقسمها لاثناشر جزء كده لان احنا هنقسم بالبرجل جزء واحد لان كل الاجزاء متساوية بقى جزء واحد ونبدأ نتكرروا هنا فين بقى على الاستوانة من بره فتعالوا كده نشوف مع بعض لما نبدأ بقى نقسم الايه الاجزاء بتاعتنا يبصوا نبدأ نقسم الاجزاء بتاعتنا واحد اتنين تلاتة اربعة لحد ما نوصل لاثناشر جزء طبعا هنا ايه خدناهم بالبرجل خد بالك هنا الاشكال هنا ما تاخدهاش بالمسترة تاخدها بالايه بالبرجل القياسات هنا صح تاخدها بالبرجل مش بالمسترة فبدأنا نقسم بقى هو لحد ما طلعنا الاتناشر جزء متساوية في المقابل في الجهة التانية طبعا يفترض ان احنا طبعا بناخدهم باستخدام المسترة والمسلس عشان يكونوا متوازين مع المحور ده مع المحور اللي احنا عملنا ده فخدنا برضو الاتناشر جزء بتوعناهم في الجهة المقابلة وبعد كده نبدأ بقى ايه نوصل الخطوط بتاعتنا طبعا عملنا القاعدة اللي هي رقم واحد القاعدة رقم اتنين اهيه طبعا هنا نصف قطرها بيساوي اتنين سنتي ونص نصف قطرها كام اتنين سنتي ونص فبدأنا ان احنا بقى نوصل ايه اهيه بص وصلنا ايه ادي القاعدة ايه ودي قاعدة ايه نبدأ بقى نوصل نبدأ نوصل مع بعض فنبدأ نوصل الخطوط بتاعتنا طبعا هنا اهو بيقول لنا تاني اهو احنا بنعمل اتناشر ايه اتناشر نقطة كل واحدة منهم كل مسافة منهم تساوي بقى ليه الجزء اللي احنا اخدنا من على محيط الدايرة دي. فبنبدأ ناخدهم اهم اللي اتناشر جزء من هنا واتناشر جزء من هنا. يكونوا طبعا متقابلين. قصاد بعض بالزبط. فبناخدهم بالمسترة والايه? والمسلس. نبدأ بقى نوصل? نبدأ نوصل لايه? الاجزاء بتاعها. وصلنا الاتناشر جزء بتوعنا. حصلنا على الاستوانة بتاعتنا. انفراض الاستوانة بتاعتنا. قاعدة علية على شكل دايرة قاعدة سفلة على شكل دايرة وبعدها جسم الاستوان نفسه على شكل مستطيل الموضوع ده طبعا مفيد جدا جدا بالنسبة لي الانفراضات دي مفيدة جدا بالنسبة لي انها بتخليني اتخيل برضو المعيسات اللي ان شاء الله هنتناولها فين في سنة تانية وسنة تالتة ان شاء الله وبردو الناس اللي هم الخمس سنين المدارسة المتقدمة برضو بيدرسوا نفس الموضوع مكملين معانا في مادة الايه بمادة المؤيسات طب تعالوا بقى نشوف الدائرة والتماس الدائرة والايه والتماس فتعالوا كده نشوف مع بعض نرسم بقى الدائرة والتماس مع بعض كده ونشوف ايه اللي ممكن يتم معانا في الدائرة والتماس ايه المقصود بالتماس التماس اللي هو عبارة عن الخط اللي هو هيمس محيط الدائرة هيمس محيط الايه الدائرة فطبعا هنا العلاقة مش دائرة واحدة هنا علاقة بين دائرتين طبعا لما يجي يكلمني على التماس يبقى هنا هيدين دايرتين ومختلفين الاقتار كمان عشان يصعب علي فيقول لي مثلا الدايرة سين دي نصف قطرها مثلا اربعة سنتي الدايرة صالد دي مثلا نصف قطرها خمسة سنتي اعمل للمماس الخارجي لها او اعمل للمماس الداخلي لها فترك كلام ده يتم ازاي يعني انا ازاي اعمل المماس بتاعي ازاي انا ممكن اعمل المماس سواء كان خارجي او داخلي هنشوف ازاي بطريقة ثالثة وبسيطة ان اللي اتنين تقريباً الطريقة واحد معها اختلاف بسيط جداً 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 هو اللي هيفرق المماث الداخلي من المماث الايه الخارجي فتعالوا كده نشوف مع بعض ممكن نرسم المماثات ازاي تعالوا كده مع بعض على لوحة الرسم ونشوف مع بعض ممكن نرسم المماث ازاي اول حاجة بنعملها طبعاً على لوحة الرسم بتاعتنا بنفترض ان احنا بنعمل ايه لوحة الرسم بتاعتنا اللي هي موجودة معنا هنا في الاستوديو بنبدأ ان احنا نعمل ايه اول حاجة بنعملها ان احنا بنحدد النقطتين بتوع مركزين الدايرة بتوعي طبعا مركزين الدايرة بتوعي بنبدأ نحددهم عشوائي ما فيش مسافة معاينة بينهم الا اذا هو حدد المسافة يعني ممكن يحدد المسافة ويقول لي بحيث ان النصفين او مركزين الدايرة دول تبعد المسافة بينهم مثلا خمستاشر سنتي عشرين سنتي ففي الحالة دي انا تخيطت بالمقاس اللي ما بين ايه مركزين الدايرة طب لو ما تمش يبقى انا هنا برسمهم بقى ايه زي ما انا عايز خطر الدائرة الاولانية ونصف قطر الايه. ال�dayرة التانية. تعالوا نشوف مع بعض كده على اللابتوب الخطوات وبنبدأ بعد كده نرسمها ايه نرسمها تاني. على ايه? على الورق الرسم بتاعي. فهنا بيقول لنا الدائرة. والتماس سواء كان بقى ممس ايه? خارجة او ممس داخلية. تعالوا كده نشوف مع بعض المطلوب بيقول لي ايه? عمل اه هنا لا دا نسا بيكلمنا على انفراض الدائرة. هنا بيقول لي بقى المماثل ايه المماثل الخارجي فهنعمل المماثل ايه الخارجي الاول المماثل الخارجي طبعا اول حاجة بنعملها بنبدأ نحدد مركز الدايرة بتاعتي ونبدأ بفتحة تساوي نصف قطر الدايرة اللي هو حددها لنا مثلا بيحدد لنا خمسة سانتي الدايرة الكبيرة دي وبنبدأ نرسم الدايرة بتاعتي وبعدين نبدأ نرسم من مركز الدايرة التانية برضو دايرة تانية حسب المقاس اللي قال لنا عليه وليكن مثلا تلاتة سنتي. عندنا الدايرة كبيرة هي خمسة سنتي. والدايرة الصغيرة هي تلاتة سنتي. لو حدد للمسافة بين مركزين الدايرة لازم اتقاير بيها لو ما حددها ليش. يبقى انا هنا بشتغل ايه? بشتغل كما يترى قليل. يبقى بالنسبة لي انا هنا قلاص عملت دايرة نصف قطرها. اتنين سنتي ونص بتساوي خمسة سنتي. وهنا دايرة بتساوي. هنا القطر بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي هنا بيقول لنا كام؟ ها تلاتة سنتيه يبقى كام؟ يبقى سنتيه يبقى هنا سنتيه ونصف. او حسب ما المقاس اللي ايه لا ترقى لها. او هو مسلا ايه? قال لي مسلا اعمل داريتين وخلاص المنازل بتاعهم فانا بالنسبة لي ايه باشتغل. لكن في الغالب طبعا بيدين المقاسات اللي انا هشتغل بيها. فتعالوا كده نشوف بقى الكلام ده يتم ازاي? عايزين نشوفه الاول عمليا يترسم ازاي على الورقة او القلم. هنبدأ كده معنا بقى بالورقة او القلم نبدأ نرسم مع بعض ونشوف الخطوات بتاعت الرسم بتاعتي. اول حاجة بامسك القلم بتاعي اهو. وابدأ ان انا احدد مركز الدايرة الاولانية اللي هنسميها مثلا الدايرة ميم. تمام كده? وبفتحة تساوي نصف قطر الدايرة اللي قلينا عليها. احنا هنشتغل بقى يا ولادة اهو بمقاسات. نبص كده مع بعض اهيه عالمسطرة اهيه. وهنبدأ نفتح نركز في نقطة الصفرة اهي بالبرجل. وهنبدأ نفتح البرجل بتاعنا خلينا النهاردة نشتغل على على دايرة نصف قطرها تلاتة سنتي يعني الدايرة بتساوي ستة سنتي عشان تبنشوا في الايه في الشغل بتاعنا. اهو فتحنا البرجل هنا على على فتحة تساوي تلاتة سنتي له نصف قطر الايه? الدايرة. خلاص خدنا كده. اهي مع بعض اهي. اسناها كان تلاتة سنتي. كده خدنا تلاتة سنتي على المسطرة. ونبدأ نروح على ميم اللي احنا حددناها نقطة المركز اهيه. ونبدأ نعمل دائرة. اه دي الدائرة ايه? رقم واحد. تمام كده? طيب. بعد كده هنبدأ نروح نعمل مركز الدائرة اللي هي التانية. لو حدد للمسافة. تعالوا كده نفترض ان نحدد للمسافة. قال للدائرة يبعدوا عن بعض عشرة سنتي. اه يبقى انا هنا هيجي اخد كده عشرة سنتي اهو. وابدأ احدد مركز الدائرة التانية بتاعتي اللي هيسميها مثلا نون. يبقى الدائرة دي ميم? والدائرة دي ايه? نون. والمسافة بينهم بتساوي كام? بتساوي اهي عشرة سنتي استاع المسطرة. تعالوا كده نحددها عشان يبقى عندنا الخط كمان واضح اللي هو الخط اللي واصل بين الايه? بين المركزين. اهو. ببدأ ان انا ارسم الخط الواصل بين مركزين. الدايرة زي ما قال لي في المسألة. لازم هلتزم بالمسألة يا ولادي. يعني محدش يحاول ان هو يقول لا انا هرسم حاجة تانية. ومش اتقايد. طب ما اداني مأسات اتقايد بيها. طب قال للدايرة دي طبعا احنا الدايرة دي كان ايه? نق بيساوي. نق بيساوي تلاتة سنتي. تمام كده? نق بتاع الدايرة دي بيساوي كام? تلاتة سنتي. طب نق بتاع الدايرة التانية بقى هيساوي كام? هيساوي اتنين سنتي. تمام كده? الدايرة التانية دي تبقى كام? هتبقى اربعة سنتي. طب تعالوا نفتح بقى البرجل بتاعنا هنا. اهو. بفتحة تساوي نصف قطر الدايرة التانية. وليكن اتنين ايه سنتي. اهو استل لاتنين سنتي بتوعهم. وهبدأ اركز هنا. وابدأ ارسم ايه? ارسم الدايرة بتاعتي. نصف قطرها يساوي كام? اتنين سنتي. حصلت على الدايرة ميم. حصلت على الدايرة نون. هنا نصف قطرها تلاتة سنتي. هنا نصف قطرها بيساوي ايه? اتنين سنتي. طب الخطوة بقى اللي مطلوبة مني ايه? بيقول لي هنا بقى ايه? ايه المطلوب في المسألة كان بيقول لي ايه ولا تفاكرين? بيقول لي المطلوب. المطلوب. رسم بقى ايه? رسم. مماس. خارجي. للدائرةين دول يبقى هنا هرسم مماس ايه خارجي للدائرةين دول ايه الخطوات اللي هتتم اول حاجة لازم نعملها هننصف المسافة اللي ما بين ميم وما بين نون تنصيف قطع مستقيمة لو نفتكر في الترمي الاولاني شوالينا بتاع الترمي الاولاني خلينا فاكرينه ازاي بننصف قطع مستقيمة حد فاكر لسه يا ولاد من الشطار اللي هيقول لي بننصفها ازاي اه بنبدأ نركز في النقطة ميم بفتحة تساوي اكتر من النص هنا فتحة تساوي اكتر من النص بتاعنا فكده تقريبيا بمجرد العين المجردة كده بفتح فتحة اكبر من النص وابدأ اعمل قوس فوق وابدأ اعمل قوس تحت اهي مع بعض اهي بصوا عملنا قوس فوق وعملنا قوس ايه تحت ميم اهي ركزنا في ميم وبعدين عملنا قوس فوق وعملنا قوس تحت وفي الجهة المقابلة بنفس الفتحة محدش غير فتحة البرجل بنبدأ ان احنا نركز في نون ركزنا في نون اهو ونبدأ نعمل قص يقطع بقى ايه القص الاولاني بتاعنا اهو متقطعين في نقطتين اهو بص هنا عملنا قص فوق برضو وعملنا قص تحت تقطعوا في نقطتين النقطتين بتوعي دول اهو النقطة دي والنقطة دي النقطتين دول لو وصلتهم كده مع بعض تعالوا كده نوصلهم مع بعض اهو لما جينا وصلهم مع بعض قطعوا الخط ميم نون في نقطة هي دي نقطة التنصيف اللي هنسميها النهاردة عين يبقى ايزا نقول من جديد احنا رسمنا دايرة نصف قطرها بيساوي تلاتة سنتي ورسمنا دايرة تانية نصف قطرها بيساوي اتنين سنتي وبعد كده طبعا كان المسافة ما بينهم بتساوي عشرة سنتي طلب مني رسم مماس خارجي فالمفروض ان انا اعمل ايه انصف القطع المستقيمة اللي هي بتساوي ميم نون بنصفها ازاي ركزت بالبرجل في نقطة ميم بفتحة اكبر من النص وعملت قوس فوق وقوس تحت ركزت بنفس الفتحة ما غيرش الفتحة بتاعتي في نقطة نون وبدأت ااخد قوس فوق وقوس تحت اطعوا القوسين دول بعض فبدأنا نوصل عشان يقطعوا لي الخط ميم نون قطع المستقيمة ميم نون ده عشان يجب لي نقطة عين اللي هي نقطة ايه؟ نقطة تنصيف القطع المستقيمة ميم نون طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنبدأ نركز بقى في نقطة عين الجديدة اللي تلاعيت لي دي ركزنا هي بالبرجل في نقطة عين احنا هي ركزين في نقطة عين بفتحة تساوي عين نون وطبعا بالتالي طبعا بالتأكيد ان هي تساوي ايه؟ عين ميم لان احنا نصفنا القطع المستقيمة خلاص فانا ركزت انا بقى في نقطة عين اهو بنفس فتحة ايه؟ بنفس فتحة نون اللي هي تساوي برضو فتحة ايه؟ ميم وبدأنا ناخد بقى نص ايه؟ نص دايرة اهو بالشكل ده اخذنا رص ايه؟ نص دايرة بالشكل ده كمام كده طب نص الدايرة دي قطعت لمحيط الدايرة دي ومحيط الدايرة دي هاي شايفين قطعت لمحيط الدايرة هنا في نقطة اهيه وقطعت لمحيط الدايرة كمان في ايه في نقطة اهيه جميل حلو قوي طب النقطة اللي بعد كده بقى اخد بالك منها كل اللي احنا عملنا ده جميل لكن تعال بعد كده ايه اللي يفرق بقى المماس الخارجي والمماس الداخلي الجزئية اللي هقولك عليها دي بفتحة تساوي بفتحة برجل تساوي حاصل طرح القطر الكبير من القطر الصغير او نص القطر الكبير من نص القطر الصغير يبقى هنقول بتساوي بتساوي كم 3-2 3-2 كم يا ولان حد وحد عارف 3-2 كم بتساوي 1 سنتي يبقى بفتحة تساوي 1 سنتي هنرجع تاني للبرجل بتاعنا والمصطرة وهنقيس هنا هنفتح فتحة برجل بتساوي كم 1 سنتي اهو بصوا استقاد ايه واحد سنتي اهي استكام واحد سنتي اهو على البرج وبعدين اروح هنا بقى على ميم اركز فيها اهو ركزت في ميم وابدأ اخد قوس يقطع لي فين بقى اهو بصوا اقطع لي فين اقطع لي نص الدايرة اللي انا كنت رسمعين اقطع علي في نقطة طبعا غاية في الاهمية النقطة بتاعتنا دي النقطة بتاعت دي بسميها بقى نقطة ايه بسميها نقطة سين تمام كده طب ايه اللي هيتم بعد كده يا ولاد ها هنبدأ بعد كده بقى ناخد النقطة او الخط بمعنى صح الواصل ما بين ميم وسين على امتداده مهم جدا الخطوة دي هاخد النقطة دي ميم سين دي على ايه على امتدادها فتعالوا كده نوصل مع بعض نجيب المصطرة بتاعتنا والركز اوي في النقاط بتاعتنا كل ما كان شغلك دقيق كل ما تطلع النتائج بتاعتك كويسة جدا فهنا هنبدأ نركز بقى في ميم سين اهي ركزنا على نقطة ميم وبعدين نقطة سين ونبدأ نوصل الخط بتاعنا اللي هو هيقطع هنا بقى في النقطة اللي هي بتاعت التماث الاولانية ادي اول نقطة التماث تلعتلي اللي هي النقطة اللي هنسميها بقى ايه هنسميها الف ادي اول نقطة التماث بعدين هنروح في الجهة المقابلة طب ازاي انا بقى اخط التماث ده عشان اوديه الناحية التانية نيجي بقى للحتة دي ونشوف بقى الشغل بتاعنا الجميل ونشوف الطلبة بقى اللي ايه اللي عايز بقى فكرها يبقى متفتح كده وتعرف تشغل مخها مش عايزك كده ايه خايف من الرسم الرسم مادة جميلة جدا مادة يعني عايز اقولك ان هي صاميم التخصص بتاعنا ازاي هنقل بقى الموازل ده الناحية التانية حد يقول يا مستر انا نمشي بالمسطرة كده هتتعوج منك يا ابني يعني انا همشي بالمسطرة كده عشان اخد الموازل كده لا الكلام ده طبعا مش كلام علمي خالص فانا عندي بقى بقى اعمل ايه ارجع للمسلس الكام المسلس اللي هو تلاتين ستين او حتى مسلس خمسة واربئين وهنا هشتغل على الزاوية كام على الزاوية اللي هي بتاع التسعين درجة بتاعتي دي عشان ننقل الموازل بتاعي تمام كده طب هعمل ايه عشان ننقل الموازل من الشطر اللي هيقول لي بصوا هنا بنعمل ايه بنبدأ اهو بصوا هجيب المسطرة عشان تساعدني هجيب المسطرة كمان عشان تساعدني هبدأ اقف على الخط اللي انا عايز انقله بالمسترق اهو. اقف عليه كويس اوي. اهو بصوا. ويفتع الخط بتاعي. كويس جدا جدا جدا. اهو. كده انا واقف على الخط كل مكان الشغل ضقيق كل مكان النتيجة تطلع ايه مزبوطة. ويفتع الخط بتاع اللي انا عملته اللي هو يسمى ايه? الف ميم. تمام كده? اللي هو طبعا مر بايه? بسين. وبعدين اجي بقى بالمسلس بتاعي على الزاوية اهي بصوا. على الزاوية كام? تسعين درجة اهي. الزاوية تسعين درجة بتاعتي اهيه. تمام كده? شايفين? اهو وقفت المسلس ايه? عالزاوية تسعين? مع الخط. يبقى الاتنين مالهم ادي المسطرة. من جهة. والمسلس من جهة الاتنين هم واقفين على الخط اللي انا عملته اللي انا نسمته. تمام كده واضحة? طب اشيل بقى المسطرة خلاص? وابدأ اخد المسطرة بقى من فين? من تحت اهي. اهي بصوا خدت المسطرة من فين? من تحت. ومهم جدا انت عرفي مسكة المسطرة ازاي? الناس اللي تمسك مسطرة من جهة? لا. المسطرة بتتمسك يا ولاد بصوا كده. بصوابعنا كده مفروضين. عشان تتحكم في المسطرة. ما تخليش المسطرة تتحكم فيك. انت اللي تمسكها كويس كده. وتايه? تبقى مسك المسطرة كويس. ابدأ بعد كده بقى ازحلة المسلس بتاعي. وبصوا بصوا ايه اللي بيحصل. المسلس بتاعي ماشي على المجرى بتاعته. والحد ده ما يوصل لنقطة ميم. اللي هي مركز الايه? مركز الدايرة التانية. اهي. وصل لحد نقطة ايه? وصل لحد نقطة ميم اهو. خلي الشغل بتاعك دقيق جدا. وصل لحد نقطة ميم اه يبقى هنا بقى هرسم خط اهو. الخط بتاع اللي هيقطع الايه? الدايرة التانية في نقطة بيه. اه يبقى هنا حصلت على نقطة الف. حصلت على نقطة بيه. النقطتين دول يا ولاد لو وصلناهم ببعض هما دول التماثل ايه? التماثل خارجي. تعالوا كده نوصلهم مع بعض. ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي? اهو. ركز كده مع بعض اهو. وقفنا عند نقطة بيه اهي? وقفنا عند نقطة الف اهو. وهنبدأ بعد كده. نجر بقى الخط بتاعنا اهو. كده حصلنا على على المماز بقى الايه? المماز الخارجي. ليه? الدايرتين اللي هي الدايرة ميم والدايرة ايه نون. ده كده المماز الايه الخارجي. هنا ده المماز الايه الخارجي اهو. عملنا ايه اولاد? بصوا لحظة النقطة دي مهمة اوي. النقطة دي. طرحنا ايه? طرحنا نصف قطر الدايرة دي من نصف قطر الايه الدايرة دي. تلاتة ناقص اتنين بتسوي واحد ايه سنتي. وبعدين ركزنا في نقطة ميم. وروحنا قطعين في نقطة سين. وبعدين على امتدادها وصلناها تلعيت لالف. في الجهة المقابلة نقلت الكلام ده كله ازاي? باستخدام المسطرة والمسلس. نقلت الكلام ده. موازلين ناحية التانية فقطع الدايرة بتاعت نون في نقطة بيه. وصلنا النقطتين ببعض حصلنا على ايه? على المميس الخارجي. طيب تعالوا بقى نشوف الممس الداخلي ممكن نتعمل ازاي? طيب تعالوا كده. ونبدأ نشتغل في الممس الايه? الممس الداخلي. يا طرح هيختلف عنه. اهو. مع بعض نبدأ تاني. ونحدد برضو مركز دايرة تانية. اهو. مع بعض هنبدأ نركز ايه? تاني اهو. نركز بدايرة تانية. اهي. دايرة ميم اهي برضو. دايرة ميم اهي. ماشي الكلام? تعالوا نشتغل من غير مقاسات بقى بتاع المسافة ما بين قد نصفين مركزين الدايرة من غير مقاسات? ماشي. مفيش مشكلة. هنبدأ ناخد هنا ونقول نون عشوائي اهو. خدنا بقى ايه? اهي. مركز دايرة ايه? ومركز دايرة ايه. ولا حددنا مقاسات بينهم ولا حاجة. طبعا متقيدين باللي بيقولوا في الامتحان. لو ما ذكر ليش المسافة بين مركزين الدايرة خلاص. مفيش مشكلة. حدد لي المسافة زي ما لسه عاملين دلوقتي لا اتقايد بالايه بالمقاس اللي قال لي عليه. وبعدين هنا بيقول لي ايه بقى في المسألة? اه بيقول لي هنا نق بيساوي. نق هنا نصف القطرة هو. بيساوي اربعة سانتي. ونق بتاع الدايرة التانية اللي هي الدايرة اللي هي اللي اصغر منها. نق بيساوي كام? تلاتة سانتي. ماشي الكلام كده? طب تعالوا نبدأ نرسم. هنبدأ نرسم بقى الشغل بتاعنا اهو. هنبدأ نركز. في النقطة ميم. بفتحة تساوي كام? فاكرين? بنجيب المسطرة بتاعتنا. فتحة تساوي كام? اربعة سانتي. فهنبدأ اهو. وهنقيس الاربعة سانتي بتوعي. على البرجل اهو. على المسطرة بالبرجل هي على المسطرة. ركزنا في نقطة ميم. وعملنا الدايرة بتاعتنا. وبعدين هنروح في الجهة التانية. نصف القطر نبي ساوي كام? قال لنا. تلاتة ايه? تلاتة سانتي. فهنروح كده على المسطرة. اهو. وهنقيس كام? تلاتة سانتي. قسنا كما هو يا ولاد? تلاتة سانتي. وهنروح بقى على مركز اللي هو مركز الدايرة التانية نون. وهنبدأ نرسم الدايرة التانية. اه دي الدايرة التانية ودي الدايرة الاولانية. دي نصف القطراء بيساوي كام? اربعة سانتي. دي نصف القطراء بيساوي كام? تلاتة سانتي. تقايدنا بالمسافة بين المركزين? لا ما تقايدناش المرة دي. فهنبدأ بقى مطلوب مننا ايه فاكرين الخطوات اللي عملنا اللي لسه عملنا حالا هي نفس الخطوات هي هي مفيش فيها اي حاجة تعالوا كده نشوف الخطوات بتاعتنا كنا بنعمل ايه اهو اول خطوة عندنا بنوصل مركزين الدايرة بتوعي وصلنا ميم بنون خد بالك من نقطة مهمة جدا حاجات كده اساسيات في الرسم الايه في الرسم الهندسي والرسم الفني برضو انا ازاي بتعامل مع الادات الهندسية طبعا لو انا نورمل كده عادي بشتغل بايدي اليمين فالمسترة بتبقى في ايدي الشمال الالم في ايدي اليمين طبعا يفترض ان انا بامسك المسترة زي ما قلتلكم كده بالاربع صوابع دول وبعدين الالم بالجاهة دي طب الالم بيمشي ازاي انا بشوف طلبة بقى بتمسك الالم راحة جاية كده عشرين مرة عمالة كده راحة جاية بالالم لا الالم طبعا بيبقى ميل في الاتجاه اللي هو رايح له دي رقم واحد وبيمشي الخط بتاعي من الشمال لليمين الخط بتاعي بيمشي منين من الشمال لليمين عشان اشوف الخط وانا برسمه مش اعمل كده وايدي مدرية الخط فبالتالي انا مش شايف برسم ايه لازم هنا اخد بالي من الحاجات دي مهمة جدا عشان خاطر شغلي اطلع مزبوط وابقى مرتاح وانا بشتغل انا هنا وصلت بقى ايه وصلت مركز الدايرة ميم بمركز الدايرة ايه نون جميل الخطوة اللي بعد كده فاكرينها اه 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 كنا بنعمل ايه بالنصف القطعة المستقيمة ميم نون طب بالنصفها ازاي اهي بنبدأ نركز في نقطة ميم بفتحة اكبر من النص ونبدأ نعمل قوس اهو فوق وبعدين قوس تاني تحت اهو ادي قوس فوق ودي قوس تحت بنفس الفتحة محدش غير الفتحة عشان الناس بتلغبط تقول في الاخر يا ما اتنصفتش ليه نفس الفتحة واركز في نون وابدأ اعمل قوس كمان يقطع ده وقوس كمان يقطع ده حصلت على نقطتين التنصيب بتوعي وابدأ بعد كده اوصلهم ببعض هم ابدأ ان انا اوصل الخط بتاعي هنا اللي هيقطع معايا هنا في النقطة النقطة اللي اسمها ايه فاكرين كانت مسمينها ايه كنا مسمينها عين على ما اعتقد فخلاص اقطع معايا في النقطة لي طب بنقطة عين بعمل ايه فاكرين بابدأ ان انا اجي اركز في عين بفتحة تساوي عين نون او عين ميم لانها لازم تبقى هنا قد هنا اهي وابدأ اعمل ايه ابدأ اعمل نص الدائرة بتاعي اهو ادي نص الدايرة ايه بتاعي اهو تمام كده لحد كده دي الخطوات بتاعت الممس الخارجي اللي احنا لسه عاملينه ما فيش فرق ولا فيه اي حاجة طب اما ليه الفرق يا مستر ما انت قلت لنا فيه ممس داخلي وممس خارجي وفيه نقطة هنا هتختلف اه بص هنا بقى النقطة اللي هتختلف عبارة عن ايه احنا كنا في المسألة اللي فاتت او في التمرين اللي فات كان بيقول لنا عبارة عن حاصل طرح القطر اللي هو بتاع نون ده اللي هو بتاع نون تلاتة سنتي ناقص الاربعة سنتي اللي هو بتاع ايه بتاع ميم فاطلع لواحد سنتي لا تعال بقى في الممس الخارجي بيقول لنا ايه العكس حاصل جمع حاصل ايه جمع حاصل ايه يا ولاد جمع يبقى هحط الاربعة زائد التلاتة هتسوي كم يا ولاد ها سبعة سنتي يبقى بفتحة تسوي كم بقى سبعة سنتي ركز كده معايا سبعة سنتي هاجي كده على المصطرة بتاعتي وهاجي بالبرجل معظم قياساتي او يكاد تكون كل قياساتي الدقيقة بالبرجل البرجل هنا يطلع لي قياسات ديقة جدا افتح بقى البرجل بتاعي فتحته ساوي كام سبعة سنتي اه فتحتها سبعة ايه سنتي واركز في نقطة ميم زي ما عادت عودنا وبعدين ابدأ ااخد بقى ايه بصوا اهو اطع هنا اهو اطع بقى هنا في نقطة اسمها نقطة ايه النقطة لي كانت اسمها ايه لا ما كانش الف دي الف اللي هي ايه هتطلع لي بعد كده هنا لكن النقطة دي اللي هي النقطة اللي هنوصلها على ايه على امتدادها الف بقى القطع مع محيط الدايرة فهنبدأ كده نوصل النقطة دي بمي ما هي بالنقطة اللي تلعيت لي فوق مع ايه بتقاطعة بتاعها هيتقاطعه فين بقى في نقطة هنا نقطة التследsnaوانية اللي اسمها ايه الف بقى الف هنا يا ولاد مش الف اللي فوق انا قصدت ان بقيللي النقطة دي عشان هتطلغ بتتقول لي آه ألف أهي هوصل إزاي أنا إذا قلت أنا بعمل مماثل للدائرة لازم يمس الدائرة فنقطة ألف هتطلع فين على محيط الدائرة أهي طب والنقطة التانية من الشطر اللي هيقول للنقطة التانية تيجي إزاي ها هتختلف عن اللي احنا عملنا قبل كده نفس الكلام هو هو تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل ايه هنجيب المسلس الجميل بتاعنا اهو ماشي الكلام وهنبدأ ونجيب المسطرة بتاعتنا أهيه وهنبدأ نعمل ايه بص ونعمل ايه هنبدأ نقف بالمسطرة اهيه وقفنا بالمسطرة ايه زي ما تعودنا خلاص على الخط بالزبط وهنجي بقى بعد كده بالايه بالمسلس بتاعنا اهو ماشي الكلام جينا بالمسلس بتاعنا فين اهو ادي المسلس ودي المسطرة خلاص المسطرة دولة انتهى تيجي المسطرة فين تنزل فين على الضلع التاني اهو بتاع المسلس اهي على الضلع التاني ويبدأ ننزل بقى كده اهو بص نزلنا كده اه هنا بقى هناخد نص الدائرة بتاعي او ناخد بقى هنا الخط بتاعي من فوق ولا من تحت لا يا بابا هنا هناخده من فين من تحت هنا نون هيتوصل كده اهو هنا طبعا ما جابش معايا قوي فممكن نعيد تاني الفجر اهو يعني ايه ده تاني ايه خدنا من هنا ايه عشان خطر المسلس اللي معايا صغير اهو خدناهم اهو كده تاني اهو ادي المسلس المسلس بتاعتي حطيته على الخط المسلس بتاعي اهو في الناحية التانية وصد اهو بعدتو انا جايزة شو عشر مسترة ايه المسلس صغير شوي وبعدين المسترة تيجي تنزل هنا كده ايه وبعدين يريد مرجح بقى يتزحل اهو اهو المسلس اهو 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 الحادة ما يجي عند مركز الدايرة هابدأ اوصل الخط بتاعي هنا هيقطع في نقطة ايه بيه طب تعالوا بقى نوصل النقطتين ببعض نوصل النقطتين ببعض هنوصل اهو الالف بالب اهي ادي الالف ودي البي هنوصلهم اهم حصلت على مماس ايه مماس داخلي بين الدايرتين ايه الفريق بين دوا بين اللي فات هنا المماس كان خارجي برا الدايرتين هنا المماس داخلي بين الايه الدايرتين طبعا دول ادق نقطتين تماسمة بين الدايرتين او علاقة التماسمة بين الايه الدايرتين يبقى مهم جدا مهم جدا موضوع التماس دوت ناخد بالنا من القياسات الدقيقة بتاعتنا ان احنا لازم نعرف احنا بنركز فين بفتحة تسوي ايه ونخبالنا بين المماس الداخلي والمماس الايه الخارجي هنا بقى ده مماس ايه هنا ده عبارة عن مماس مماس ايه داخلي طب اعرف بقى منين انه مماس داخلي اهو شايف داخل الايه داخل الدارتين هنا بنسوي ايه حاصل جمع هنا حاصل ايه جمع لكن في التاني كان حاصل ايه في المماس الخارجي المماس الخارجي اهو كان حاصل كان حاصل ايه كان حصل طرح كان حصل ايه طرح فاخد بالك من النقطة دي يطلب منك مماز داخلي ولا مماز ايه خارجي فبنان عليه هبدأ اطرح ولا هبدأ ايه اجمع تعالوا نشوف الكلام ده على الكمبيوتر بقى نكمله لما كنا نعمل الى المماز طب تعالوا كده نشوف مع بعض الطريقة دي برضو اللي احنا لسه عملنا حالا نشوفها على الكمبيوتر شكلها ايه عاملة ازاي فهنا بيقول لنا ايه احنا طبعا عملنا الدائرة الكبيرة ايه وعملنا الدائرة الصغيرة ايه طبعا بيستخدام البرجل حسب الايه حسب الفتحات اللي قالنا عليها نصف القطر هنا ونصف القطر هنا هنبدأ بعد كده طبعا سمينا النقطة دي الف سمينا النقطة دي به طبعا لك مطلق الحرية تسمي النقطة زي ما انت عايز الا ازا هو برضو في المسألة حددها لك وقال لك ارسم دائرة مثلا نصف قطرها اه خمسة سانتي اسمها دائرة الف وقال لك الدائرة به نصف قطرة بيصور 4 سنتي وهكذا فطبعا انا بتقيد بالمسألة لو هو ما قال ليش على الحاجات دي انا سامي زي ما انا عايز بوصل الخط اللي هو بين المركزين الدايرة بعد كده ابدأ اعمل عملية التنصيفة هون وتعودنا وعرفنا التنصيف خلاص بيتعامل ازاي نصفنا اللي هو القطعة المستقيمة بتاعتنا عن طريق ان احنا ركزنا في النقطة الف وعملنا قوس وركزنا في النقطة ب وعملنا قوس وهكذا فوق وتحت وصلنا هم لتنين ببعض هتقطعوا في النقطة هنا النقطة دي نقطة تنصيف القطعة المستقيمة الف ايه الف بيه فالنقطة دي بتاعتنا هي هنركز فيها ونبدأ نعمل نص دايرة مارا بالف وبه كده الخطوة الاولانية طب تعالى بعد كده هنعمل ايه بقى هاي الخطوة اللي جاي فاكرينها نركز فيه الف بفتحة تساوي نصف قطر الف ناقص نصف قطر ايه بيه يبقى هنا بقى هنطرح دي من دي ونشوف المسافة قد ايه ونبدأ نركز فين في آلف اللي هي النقطة الفاضية اللي انا سيبها فاضية دي اهي نقطة آلف دي هنركز فيها اهي وهنبدأ بفتحة بقى ايه بص نركز في آلف بفتحة طبعا هنا 3-2 بتساوي 1 سنتي يبقى هنركز في آلف بنقطة تساوي 1 سنتي ونبدأ بعد كده نقطع بقوس اهو قطعنا بقوس بتاعنا بعدين بدأنا نعمل ايه سمينا النقطة بتاعتنا ايه دايما سمي النقطة بتاعتك عشان تحاول ان انت ايه شئولك يبقى مصبوط هنوصل بقى النقطة الف سينة هي على امتدادها عشان تقطع لمحيط الدايرة الف اهي وصلناها بقى اهي على امتدادها هتقطع لمحيط الدايرة الف في نقطة هي دي نقطة التماثل اولانية خب بالك وبناء على الموازي بتاعها في الجهة التانية المقابلة نقطة بيه هي لمركز الدايرة الموازي لالف سين يروح في الناحية التانية الموازي بقى الايه هيبصها راحة الناحية التانية اهو اا دي الموازي بتاعه وبناء انا الشب ta whoopwan انا ابدأ ان انا اعمل اي اولاد بقى خلاص كده حصلت على النقطتين ادي النقطة الاولانية ادي النقطة التانية هي موجودة اوصلهم ببعض حصلت هنا على الموازي الايه؟ الموازي الخارجي هنا الموازي ده الايه؟ الخارجي طب تعال نشوف الموازي الداخلي بقى الدايرة والتماسها ما زداخلي هنا نفس الخطوات هي؟ هي ادي نفس الخطوات هي ايه؟ هي نفس الخطوات رسمت الدايرة دية رسمت الدايرة دية حسب نصف القطر حسب نصف القطر سمت دي ألف سمت دي بيه بعد كده بدأت توصل ما بين المركزين بتوع الدايرة نصفت القطع المستقيمة اللي هي تساوي ألف بيه بإن أنا ركزت في ألف بفتحة أكبر من نص عملت قوس من فوق قوس من تحت رحت بنفس الفتحة في بيه وعملت قوس من فوق قوس من تحت تقاطعوا الاتنين بعد كده هنا عندي بقى في نقطة اللي هي جات على القطع المستقيمة بعد كده بنقول بقى النركز في قلب بفتحة بقى تساوي nصف القطر زائد نصف القطر بقى نصف قطر ألف زائد نصف قطر بقى ده هنا المماثل الداخلي يبقى أحفظهم كده من بعض لما يكون عندك مماث خارجي ترحم لما يكون عندك مماث داخلي جمع يبقى هنا ايه كي إ että الدايرتين دول عايزين نجمعهم مع بعض الدايرتين دول عايزين نقربهم ببعض يبقى هنجمع طب الخارجي لا ترحم بقى ترحم ايه من بعض. ففتحنا بقى البرجة اللي بتاعنا بفتحة تساوي خمسة سنطل ايه مجموع ايه نصفين القطرين دون. فركزنا في نقطة الف. وبعدين عملنا القوس طبعا القوس يفترض انه ايه ممكن يطلع برا الدايرة كده ولا حاجة. فهنبدأ ان احنا بعد كده نسمي النقطة دي سين اهيه. وبعدين في الجهة المقابلة طبعا هنا وصلناه على امتداده. هيطلع للنقطة بتاعت الايه? اهيه. النقطة اللي انا عايزها ايه بتاعتي نقطة التماس اهي. واروح في الجهة الاخرى واعمل اللي هو الخط الموازي بتاعه باستخدام الايه المسلس والايه المسلس والايه والمسطرة. رحت في الناحية التانية اقطع لي الدايرة به. طبعا هقطع لي في النقطة دقيقة اهيه. وبعدين هبدأ اوصل لنقطتين ببعض بتوعية هم حصلت على الممسل ايه الممس الداخلي. يبقى هنا حصلت على الممس الخريه والممسل ايه الداخلي. طبعا. اذا يبقى احنا اه اتكلمنا دلوقتي في موضوع الدائرة وازاي نعمل لها ممس داخلي وممس خارجي. وبعدين كمان اتكلمنا على الاستوانة وقلنا ازاي الاستوانة نعمل لها ايه? نعمل لها المسقط المسقط الرأسي والافقي والجانبي. وكمان في نفس الوقت نعمل لها ايه? المنظور الهندسي للايه? المنظور الهندسي للايه? الاستوانة. وكمان الانفراض بتاع الاستوانة. طيب. هل الامتحان بتاعنا ياولاد بقى? بيجينا رسم هندسي بس. لأ نخباننا بقى. احنا قلاص بنستعد الامتحان ان شاء الله. يعني باذن الله كده بعد الايد راحين على طول الامتحان. فنخباننا بقى استعداداتنا للامتحان. امتحان الرسم الفني والهندسي من الامتحانات اللي هي فيها تحديات كبيرة او. ليه? لان الامتحان بتاعنا ياولاد الزمن بتاعه كبير. يبدو للناس ان هو كبير. اربع ساعات طبعا فترة مش مش قليلة. لكن في نفس الوقت برضو اه ممكن الوقت يغدعنا ونبص الليه الوقت خلص من غير ما نخلص الامتحان بتاعنا. تمام? فبالنسبة لنا طبعا لازم ناخد بالنا كويس قوي قوي ان احنا ندير الوقت ازاي? ولازم ناخد بالنا ازاي ان احنا نشتغل الرسم الفني بالالوان والدنيا بتاعته او الرسم الهندسي والايه? والرصاص والشغل بتاعنا يبقى ندي. فالحاجات دي طبعا لازم ناخدها في الاعتبار. اه. في النهاية طبعا يبدو ان وقت حلقتنا انتهى. اه. في النهاية اوصيكم بنفسي. اه. اوصيكم ونفسي طبعا زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوصى نبيه يحيى. اه. اه. قال له في كتابه الكريم عز وجل. اه. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. بقوة ان تأخذون الكتاب. اه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.